بعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية عزاء وموساء لفخامة رئيس رودريكو تديرتي رئيس جمهورية الفلبين اثر العاصفة التي ضربت الفلبين او ما نتج عنها من وفيات امفقودين كما بعت صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية عزاء مماثلة لفخامة رئيس جمهورية الفلبين